تمكنت القوات المصرية المسلحة بتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية في منطقة الصحراء الغربية وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي إنه بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بتعاون مع قطاع الأمن الوطني استهدفت القوات الجوية الخلية الإرهابية ما أدى لقتل ثمانية إرهابيين شديدية الخطورة وضبط آخرين مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة